لكن أنا بشوف الإثباتات اللي موجودة في كلمة الله هي دليل كافي وكون يسوع يستشهد فيها أيضا دليل كافي لكن بتعجب من الناس اللي بتبتدي تساهل مع كلمة الله كأنه الكتاب يحتوي على كلام الله لكن مش كله كلام الله فهونا طبعا مسألة خطيرة جدا أنا أؤمن أن الكتاب هو الكلمة الطلاب بالتأكيد والكلمة صار جسدا وحل بيننا هذه الكلمة المكتوبة والكلمة المتجسد وطبعا الأدلة على صدق الكتاب أدلة لا حصرة لها تحقيق النبوات مثلا إزاي تحققت في الرب يسوع مكان ميلاده النسل اللي هيجي منه الحياة اللي هيحياها الصليب حتى سيابه ويقترع عليها حتى أنه هيدفن في قبر جديد لم يستخدم عارف يا أسيس نظار الموضوع ده بيعجبني جدا الرب يسوع ما كانش من عيلة غنية فما كانش عندهم جريف يارد ما عندهم مدافن في روشالين نعم فالإنسان اللي ما كانش عنده كده بيدفن في مدافن كومينين بريال جراوند يعني مدافن عامة ولسية ما المصلوب بيرموه بشوية تتراب عليه تخيل لو كان ده حصل في الرب يسوع ما كناش نتأكد من قيامته لكن الكتاب قال أنه هيدفن مع غنية عند موته تفقش عياء وأنه القبر اللي كان فيه المسيح قبر جديد ما فيه جسم تاني ومنحوت من الصخر ومنحوت من الصخر وفيه البستان وكل هاي الاكتشفات موجودة اليوم وفيه مدخل لهذا واحد ما حدش يقدر يسرق جسمه من الخارج ويقول أنه قام كل الأدلة دي تبين صدق الكلمة فإزاي كل الكتاب أصادق وجاء أقول التفان ده حاجة رمزية مستحيل ترجمة نانسي قنقر